في عنوين النشرة تقصيروا ولاية المجلس ضربة أستاذ ضد من؟ الإصلاحات مبصية بين ليلة وضحاها الله ناشينا من تمديد رابع الانتخابات صفقة محاصصة بلا مناقصة قليني إيس على 2009 كانت 22 مليار ليرة سيلفي طلبناها من الخزينة صرفنا مننا 11 مليار يعني صرفنا 7 مليون فاصلة 33 دولار بوقتا العام الدراسي مهدد بالرسوب نعم نعطي بعد مجال شهر ونوز تنقدر نميز تنقدر ناخد خطواتنا العملية نحن ضد الزيادة ونرفضها رفضا قاطعا لبنان ليس بمنأة عن المجاعة العالمية من أشخاص في العالم يمتلكون ما يمتلك نصف سكان الأرض الفقراء يعني أمير قطر يطالب من الأمم المتحدة بمحاسبة دولية لمن اعتدى على بلاده لقد فرض الحصار فجأة ودون سابق انذار ما حدا بالقطري لاعتباره نوعا من الغدر صباح الخير تحت صقف الجمعية العامة للأمم المتحدة مر شريط الأزمات عبر العالم في خطبات حددت المواقف والتوجهات دونالد ترامب يطرح الخطر الآتي من كوريا الشمالية لكنه يبقي على الحل العسكري مشروطا ويصف إيران بالدولة المارقة نتنياهو المصفق لترامب في الأمم يهدد إيران من سوريا أما الأزمة الخليجية فقد شرحها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمة أصاب بها دول الحصار من دون أن يسميها عندما قال إن هناك دولا تبيح لنفسها ليس فقط الاعتداء على دولة جارة بل تعتقد أن حيازتها للمال يؤهلها الضغط على دول أخرى وابتزازها واعتبر أن تلك الدول يفترض أن تحسب دوليا على ما قامت به وقال أمير قطر إن دول الحصار تتهم كل من يعرضها بالإرهاب فيما هي تتدخل في شؤون داخلية وتضغط على المدنيين بالغذاء والدواء وصلات الأرحام معتبرا أن ذلك أحد تعرفات الإرهاب وفي الرهاب الانتخابي المحلي خير بري لم يكن عاجله واقتراح الانتخابات المبكرة لم يتصدر جدول أعمال الجلسة التشريعية إلا من باب التحليق الاستطلاعي الذي طار إلى هيوستن وواشنطن ونيويورك ورد عليه الوزير جبران باسيل معلنا أن تقصير ولاية المجلس النيابي ضرب للإصلاحات الانتخابية الكبيرة التي يجري تحقيقها للمرة الأولى ضرب بر طيارين بقانون واحد فإلى الطيار الوطني الرافض لانتخابات آخر العام يقف الرئيس سعد الحرير عاجزاً عن تمويل المعارك الانتخابية في ظرف مفلس راهن ورئيس الحكومة الذي لم يخفي غضبه في خلال الجلسة جزم بأن حكومته قادرة على إنجاز البطاقة الممغنطة في الوقت المحدد وخاطب منهم في الجلسة قائلاً كفى مزايدة فعندما استقال النائب روبير فاضل لم نسمع أحداً يطالب بانتخابات فرعية وبدى من خلال مداخلة النائب وائل أبو فعور أن العلاقة بين بر والحرير قد أصابها توتر وهذا ما يقرأ من خلال أعرابه عن الثقة بأن الرئيسين بحكمتهما سيصلان إلى تفاهم لإجراء الانتخابات في موعدها لكن هذه الحكمة ستخضع لأسعار السوق السياسية التي ستحدد التكلفة وفي التعريف العلمي لاقتراح رئيس مجلس النواب فأن الانتخابات لن تكون مبكرة بل ستكون متأخرة خمس سنوات بفعل ثلاثة تمديدات متتالية أما في التعريف العملي فإن بر طرح على شركائه شروطاً تعجزية لن يتمكنوا من التزامها وبينها التسجيل المسبق للمقترعين خارج مناطقهم مناقصة البطاقة الممغنطة والأهم توفير الموارد المالية في زمن لم تعد الدول تمول انتخابات تستأنف أعمال الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب عند الحديثة عشر من قبل ظهر اليوم وكان الرئيس بري قد رفع الجلسة المسائية عند ثامنة والنصف أما جلسة النهار فازدحمت بالرسائل السياسية في مجلس النواب الضربات الأولى للحكومة بدأت من نائبي التنمية والتحرير أنور الخليل وياسين جابر سأل النائبان الحكومة حول إمكان إجراء الانتخابات في موعدها مع البطاقة الممغنطة لحق بهما النائب بطرس حرب بتناغم مع الرئيس نبيه بري فتحدى وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يقف ويقول إنه يتحمل مسئولية إجراء الانتخابات مع البطاقة الممغنطة وإلا من كونع منطير الانتخابات وأشار حرب إلى وجود مخالفة دستورية في موضوع الانتخابات الفرعية وقال نريد الانتخابات الفرعية بصرف النظر عن نتائجها فرد عليه بري المخالفة الدستورية حصلت وانتهى الأمر تخبز بالعافية أما النائب أنتوان زهرة فأكد وجود عدد من البدائل التي لاحظها القانون غير البطاقة الممغنطة الرئيس الحريري طلق الرسالة لكنه أنصت حتى نهاية المداخلات ليشن هجوما مضادا وقال كفى مزايدات عندما استقال النائب روبير فاضل لم نسمع أحدا من الحريصين اليوم ينادي بضرورة إجراء انتخابات فرعية ورد الحريري على التحدي اتخذنا قرارا بالبطاقة الممغنطة وسننفذه ونحن قادرون على تنفيذه أما النائب وائل أبو فعور فكشف النقاب عن خلاف من تحت الطاولة بين الرئيسين بري والحريري حول الانتخابات من خلال قوله نثقوا بأن بري والحريري بحكمتهما سيصلان إلى تفاهم لإجراء الانتخابات في موعدها الرسائل السياسية للحريري لم تأتي من قناة الانتخابات فحسب بل من قناة الكهرباء أيضا فأجاب لإدارة المناقصات صلاحية وضع الملاحظات ولكن من حق الحكومة عدم الموافقة عليها أما الرئيس فؤاد السنيورة فكان بطل السجالات بري نادى السنيورة دولة الرئيس قبل أن يستدرك ويقول الرئيس الأسبق فيسأل الحريري بري ممازحا شو تخليت عني؟ هنا تدخل النائب نواف الموسوي وقال منيح أنه رئيس أسبق فأجاب السنيورة رأيه ما بيعني شي فعاد الموسوي ليقول رأيي هيدا كيف ما بيعني شي أنت ما بتعني شي فطلب السنيورة إلى بري شطب هذا الكلام من المحضر واستجاب بري السجال الثاني كان داخل البيت الواحد الطمحان في المستقبل السنيورة والمشنوق تسجلا على خلفية قانون ترقية رتباء في قوى الأمن إذ أراد السنيورة معرفة تكلفة هذا الأمر على الخزينة قبل التصويت عليه وهو ما استخف به المشنوق واصفا للملف بالحقوقي وبعد الرسائل السياسية أتى دور التشريع فأقر المجلس قوانين الأحكام الضربية المتعلقة بالنشاطات البترولية وتعديل قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية وترقية رتباء في المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم ومعاقبة التعذيب وترقية مفتشين في المدرية العامة للأمن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق إلى رتبة ملازم صلاحية مجلس النواب في مراقبة الحكومة وسحب الثقة منها وأسقاطها يوزيها حق السلطة الإجرائية في حله قبل انتهاء ولايته ودعوة الهيئة الناخبة إلى انتخاب مجلس النواب جديد غير أن دستور الطائف روط حل مجلس النواب بشروط صعبة التحقيق وهكذا يبدو أن حل المجلس غدا أمرا صعبا لبل مستحيلا رمى رئيس مجلس النواب نبيه بري كرة النار في أحضان جميع الأفريقاء بعدما كان الاتهام له بالتأجيل دائم الحضور وأن كان مبطنا أحيانا أول الردود جاء بنكهة أمريكية من جولة وزير الخارجية جبران باسيل الذي رأى أن تقصير ولاية مجلس النواب ضرب للإصلاحات في قانون الانتخاب أما من ناب عنه اليوم فانقسمه نحن من أول لحظة إلنا إذا البطاقة الممغنطة هي من أجل نمط بالانتخابات ونوصل لوقت كمان نرجع نعجل الانتخابات نحن مع الانتخابات اليوم قبل بكرة كلنا بنعرف أن الانتخابات المبكرة على هذا القانون ما رح تحصل لأنه أصلا ما في جهوزية لا بالوزرات المعنية الناس هلأ مش بيجاو انتخابات وهذه الاقتراحات والأفكار هي يمكن لتحريك الماء الراكدة أكتر ما هي لجدية الانتخابات الله ناشينا من تمديد رابع إذا كان تقريب الانتخابات يحافظ أيضا ويحمل إصلاحات ويكون هناك إمكانية بأن ينفذ هذا القانون نحن معه نحن معه مش بكرة نحن معه مش بعد شهرين نحن معه بكرة معه مبارح الأراء انقسمت كما درجة العادة بحسب الحسابات طبعا مع الاتراح أنا من دعاة أنه نعمل نعتمد نلغي البطاقة المواناة وروعها على الانتخابات بوسط البطاقة الهوية العادية أو الباسبورت وبالتالي تقريبا عن الانتخابات لأنه لازم نقربها ما عاد في مبرر لتأجيلها هلأ من شاء الله تصير الإصلاحات ولكن الإصلاحات ما بصير بين ليلة وضحاها ونحن مع الانتخابات النيبية بأسرع وقت طراح جيد للبحث إذا أكرر هذا القانون نحن مستعدين نخود الانتخابات بأي وقت وخلي نحط كل الفئات أمام مسؤوليتهم الثابت الوحيد الذي يجب أن نتفق عليه هو إجراء الانتخابات وهواجس الرئيس بري الرئيس الحريري يتفهمه وأعتقد أنه سيكون هناك تفاهم حول هذا الأمر اليوم عودين نحن على التناغم بين الرئيس بري والوزير وليد جنبلاط هل فيه تناغم بهذا الموقف كمان؟ لازم أكثر ما بيسوى كمان شرعا يعني اتجوزنا الحدود بدأ البحث عن موقف الطيار الأزرق الذي وبحسب بري كان المطالبة الأول بالتمديد إدخلت موفاجا إذا بدك وصفة يخط موفاجا ما كان من حده بتوقع سيتم التداول فيه مع الرئيس الحريري وبعد ذلك بيكون في موقف الكتلة ستنتظر الاجتماع بالحريري وجواب الحريري أتى بالواما صانع الألعاب النيابية سجل في مرمى كل خصومه أما الرد فسينتظر مباراة الإياب التي تأتي على هيئة جلسة عامة بعد أيام حسان الرفاعي قناة الجديد أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن لبنان يتعرض لقتل الأمل فيه مشيرا أمام حشد من أبناء الجالية اللبنانية في مدينة هيوستن حيث لبى دعوة السفارة اللبنانية في واشنطن إلى حفل استقبال إلى أن ثم تاما يريد التمديد للمجلس النيابي لضرب الإصلاح أو يريد التقصير للمجلس لضرب الإصلاح وكأن هناك مشكلة مع الإصلاح من بعد ما بلشنا ننفذ هالأشياء ونحس أنه صار ممكن أنه تتنفذ وقررنا البطاقة الميومترية صار عم ينحكى بتقصير وليت المجلس نقرب الانتخابين يعني ما نحنر نعمل هول إشياء وصار معناه هيدا الشيء أنه تقصير وليت المجلس صار يضرب لهالإصلاحات الانتخابية الجديرة يلي عم بيحققها لبنان لأول مرة بتاريخه لأول مرة لبنان عم بيحارب الرشوة والمال السياسي من الانتخابات لأول مرة لبنان عم بيطلع من أطراف باللبنانيين البعاد بيسكنهم عن مكان انتخابهم طي يروح يصوتهم ولح يبطل من المنان في ناس بصوته عشرة بالمية وفي ناس بصوته سبعين بالمية ولأول مرة باللبنان المنتشرين عم بيروحوا ينتخبهم هولي لأ بيستاهلوا ننطر ثلاثة أربعة تشهر كلمة لزا فينا نعملهم نحن اللي قلنا ونحن الوحيدين اللي وقفنا ضد التمديد ونحن اللي قلنا إذا ما فيه إصلاحات انتخابية ما فيه تمديد منها الانتخابات فورة بس إذا فيه إصلاحات انتخابية واليوم من عملي وبالله شيء لأ منحمر ثلاثة أربعة تشهر والمعيدة اللي بسيطة نحن بدنا نحقق هيدا الشيء نحن بدنا يصير هيدا الإصلاح الكبير في لبنان كأنه في مشكلة مع الإصلاح يا من مدد للمجلس النيابة تنضرب الإصلاح أو من عصر للمجلس النيابة تنضرب الإصلاح الفكرة درب الإصلاح النائب هاني أبيسي رد على الوزير جبران بسيل من مجلس النواب كنا نخشى أن تقول أنك أول من اقترحت هذا الأمر أما وقد عرضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته هذا شأن داخلي عندنا هني بحددوا الموقف النهائي بهذا الموضوع إنما نحن شعرنا أن البطاقة الممغنطة التي كانت أساس في تطويل مدة التمديد الجديد للمجلس هناك استحالة بإنجازها وإصدارها نخشى أن يكون هناك سعي لتمديد جديد نرفضه بالمطلق ونحن مع تقريب الانتخابات النيابية وتقصير ولاية المجلس النيابي وأثناء جولته في أمريكا الشمالية عين وزير الخارجية والمغتربين جبران بسيل الأضرار التي لحقت ببعض منازل اللبنانيين في هيوستن من جراء الأعصار هارفي ورفقه في الجولة السفير المعين جابريال عيسى والقنصل العام في واشنطن علي قرانوح وعدد من أبناء الجالية يوجد ناس كبير هنا كبير المرادة ما بتشوف عليه متى ماء على البيوت لا ما بتشوفها ما شوفها نحط له مراوش شوف هنا كبير بيوت لبنان بل بلت أمنية لم تكن في محلها أثرت في أمن لبنان وسياحته واقتصادها فهل يعاقب القانون اللبناني السفارات الأجنبية في لبنان؟ بكبسة زر أرسل المعنيون في السفارات الأمريكية والفرنسية والكندية والبريطانية الأسبوع الماضي رسالة إلكترونية تحذرية إلى رعاياهم في لبنان وهم بغالبياتهم لبنانيون يحملون جنسية ثانية ففجروا الاستقرار في البلاد ولأن الفرنج برنجي فحتى اللامبالون تأثر نسبيا برسائل السفارات وقلسوا تحركاتهم ما أثر في الحركة الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن المعنويات أطع الأطوع وما حذرت منه السفارات من أماكن وتواريخ مرة على خير إنما من المعروف بحسب القانون أنه في حال نشر أي لبناني أخبارا كاذبة تتناول الأمن القومي وتثير الضعر والهلع بين المواطنين يمكن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه فهل ذلك متاح بحق سفارات دول ضيفة لدينا بمعزل عن جرأة السياسيين والمعنيين على فعل ذلك قبل بدنا نفتش هل هناك جرم جزائي قد تم ارتكابه بدنا نشوف الأخبار التي تم إذاعتها هل تم نشرة فعليا ولا هي مرسلة إلى أشخاص معينين يعني هذه التحذيرات أرسلت إلى رعاية هذه الدول بمحل معين من واجب الدولة أن تحمي رعايةها أو أن تحذر رعايةها خوفا من أي أحداث أمني حتى إذا أثارت الرعب عند السكين هل الغاية من هذه التحذيرات فقط هو المحافظة على سلامة رعايةها أو في عندها غايات مبيتة من إثارة الضعر الخوف أو غايات ممكن تكون تتعلق بالاقتصاد بمحاولة تخويف الناس من الاستثمار في لبنان هذه تحقيق قضائي في حال كان إمكانية الملاحقة ولكن تحقيق على الأجهزة الأمنية أن تحقق وعلى وزارة الخارجية والمقتربين أن تتخذ الإجراءات لأنه مادي 22 من قانون العقوبات اللبنانية واضحة بهذا المجال لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأراضي اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناص الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي والقانون الدولي بموجب اتفائية فيينا واحد اتفائية فيينا اثنين وهي واحدة تتعلق بالعلاقات الدبلوميسية والثانية تتعلق بالعلاقات الكنسولية تمنع الملاحقة لا يجوز الملاحقة حد أقصى يمكن استدعاء السفير يمكن اعتباره شخص غير مرغوب فيه على الأراضي اللبنانية وعلى دولته أن تستبدله اثنين إرسال هذه الرسائل أو هذه التحذيرات تم يأما عبر الهواتف يأما عبر البريد الإلكتروني لأشخاص محددين ما تم فيه نشر بمكان عام للجمهور ما تم نشر هذه التحذيرات عبر وسائل الإعلام لحتى نقول أنه فيه نشر لهذه الأخبار تداول وسائل الإعلام نتيجة تسريب من بعض رعاية هذه الدول تذرع البعض بأن السفرات اللبنانية في عدد من الدول التي بالأصل كانت تشهد أعمال شغب وعنف كأزربيجان على سبيل المثال طلبت إلى رعاياها اتخاذ الحيطة والحذر في أثناء تنقلاتهم خارج المنازل لأن تخوفها المشروع على مواطنيها لم يصل حد نشر معلومات سرية جدا ولم تحدد لا مراكز ولا مؤسسات ولا تواريخ العمل الإرهابي ولم يبقى سوى تحديد ساعة التنفيذ هو القانون والجميع تحته حتى السيادة الوطنية رشال كرم قناة الجديد العدو الإسرائيلي يستنفر بعد إسقاطه طائرة مسيرة وبحسب تل أبيب فإن طائرة إيرانية وبتنفيذ لرجال حزب الله لكنها وطالما أقلعت من مطار سوري وحلقت فوق أراض سورية محتلة فهي بالتوصيف التقني والسياسي طائرة سورية فماذا قال إعلام العدو؟ بصور صاروخ الباتريوت هذا خرج إعلام العدو متحدثا عن إسقاط طائرة مسيرة تفاصيل أعلنها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدروعي الذي نشر على حسابه مجموعة تغريدات من أبرز ما جاء فيها إسقاط طائرة من دون طيار من إنتاج إيراني وبتفعيل من حزب الله بعدما أقلعت من مطار دمشق الدولي ونفذت مهمة استطلاعية في المنطقة منزوعة السلاح في الجولان وفيما أشار أدروعي إلى أن الطائرة أسقطها صاروخ باتريوت كذبته وسائل إعلام العدو التي قالت أن صاروخ الباتريوت أخطأ الطائرة ما استدعى تدخل طائرة حربية لإسقاطها هذا وتضاربت تقارير الإسرائيلية بشأن توقيت اتراض الطائرة ففيما تحدثت قنوات إسرائيلية عن إسقاط الطائرة المذكورة خارج الحدود أكدت أخرى أن الطائرة اخترقت فعلا الأجواء فوق الجولان السوري المحتل في الجبهة اللبنانية ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مواطنين سمعوا دوي انفجار في منطقة راشي الوادي قبل أن يشاهد دخانا كثيفا يتصاعد فوق المنطقة الواقعة على السفوح الغربية لجبل الشيخ رفع الأقصاط المدرسية هاجس يؤرق أولياء الطلاب والأساتذة يطالبون بحقوقهم المقرة في قانون سلسلة الرتب والرواتب والعام الدراسي يترنح بين الطالب والمطلوب مع افتتاح العام الدراسي الجديد في ضوء إقرار سلسلة الرتب والرواتب تفرد زيادة الأقصاط في المدارس الخاصة نفسها مادة خلافية بين الأساتذة المطالبين بحقوقهم من السلسلة وإدارات المدارس من جهة وبين لجان الأهل غير القادرين على تحمل نفقات إضافية ما جعل مصير العام الدراسي ضبابيا نحن كنا نطرنا من 21 أب تاريخ إقرار القانون لا هلأ ومستعدين ننطر بعد شهر ونص بس على أساس يقول لنا أنه يعطونا تاريخ لتطبيق القانون أنه تخلص المفاوضات تخلص الحوار بلجنة التواري يلي نحن مشاركين فيها وعمل ساعد يعلنوا عن حس النية أنه بدون يطبقوا القانون مش يقولوا لنا القانون غير موجود والقانون معلق العمل فيه موقفنا نحن كليجين أهل وكتكتل بالمتن كمان واضح جدا نحن ضد الزيادة ونرفضها رفضا قاطعا وكمان نحن ضد تعطيل العام الدراسي يعني لأي سبب إن كان نحن نحترم كل يلي عم بيحدد اليوم أنه بدوا يعطل العام الدراسي إذا ما أخذ مطالبه أو إلى آخره بس نحن يلي عينوا أولادنا بالسابق بعتقد إنه كان كفا يعني بقى تمتنع بعض المدارس الخاصة عن تحديد نسبة الزيادة على القصد وتتركها إلى النصف الثاني من العام الدراسي فهل نشهد إضرابات واعتصامات تعطل الدراسة؟ نحن إذا القانون 46 نفذ كما يجب بكامل مواده ما عندنا أي مشكلة نعمل رسالتنا التربوية وأنا شخصيا هيك رح أعمل بس كمان ما فينا نضغطها عن قانون ما عنده سقف قامتا رح يطبق على شكلة القوانين السابقة يلي نفذي بس كمان ما عم تطبق نحن مدعينا لأي تأخيره بالتالي ما رح يكون في تأخير للعام الدراسي كل شيء إلنا نحن عم نعطي بعد مجال شهر ونص تنقدر نميز تنقدر ناخد خطواتنا العملية تجاه المدارسة اللي ما رح تطبق بوقت المدرسة بتحط الأهل قدام الأمر الواقعي بتدفع زيادة هلقد جولتك ما بفوتوا على الصف شو حيكم موقفكم نحن أخدنا قرار وقرارنا كان واضح أنه ما لح نمضي أي موازنة فيها زيادة نتيجة السلسلة هاي دي السنة ولح نحول كل الموازنات خلقها تتحول على وزارة التربية وزارة التربية قال نحن عنا الحق نرفض وعنا الحق أنه كمان نوافع بس يقولوا لكم أنه شيلوا ولادكم حطوهم بالمدرسة الرسمية إذا مش قدرين خليوا جدولنا مدارسة رسمية بتسيع كل ولادنا وتستوعب كل ولادنا وتعطي نفس العلم المستوى إن كان بالتعليم وإن كان بالأكتيفتي وإن كان بكل شي مثل ما عم بيعطونا المدرسة الخاصة ونحن مستعدين وعلى قاعدة عدم إغلاق أي ملف يفتح في لبنان يعتقد بعض الأهالي أن إدارات المدارس تمارس سياسة طمر الرأس في الرمال حتى تهدأ العاصفة وعندئذ يحمل الطلاب إلى أهاليهم مستوجبات السلسلة مرفقة بعبارة شكرا لتسديدكم القصد دارين دعبوس قناة الجديد بعد الإعلان الأمن الاستباقي هو الأساس في صفقة البطاقات الممغنطة عقد بالتراضي وتكلفة باهظة وشراكة إسرائيلية 126 مليون دولار هو الفرق غير البسيط بين تكلفة الانتخابات عام 2009 وتكلفتها اليوم هل كل هذه التركيبة الجديدة على المستوى الانتخابي التي هي إصلاحية هل أولا كلفتها مقبولة وتانيا هل هي قابلة للتطبيق قبل 21 أيار 2018 يعني قبل انتهاء الولاية المبددة لمجلس النواب بالشق الأول من السؤال هل كلفة معقولة كلفة الانتخابات الاعتيادية خلينا إيس على 2009 كانت 22 مليار ليرة سلفي طلبناها من الخزينة صرفنا مننا 11 مليار يعني صرفنا 7 مليون فاصلة 33 دولار بوقتها أما اليوم فالتكلفة 133 مليون دولار أكثر من 40 مليون منها يذهب ومن دون مناقصة على البطاقات البيومترية التي أقرت بعقد رضائي مع شركة سجام التي لزمت عام 97 إصدار بطاقات الهوية اللبنانية وكل هذه التجاوزات بذريعة ضيق الوقت وفي بحث بسيط يظهر لنا أن تكلفة البطاقة البيومترية التي أقرتها الحكومة اللبنانية والتي وصلت إلى 10 دولارات و 52 سنة للبطاقة الواحدة أنجزته دول أخرى بأسعار أقل بكثير تراوحت بين دولار و 13 سنة و 8 دولار على القطعة الواحدة يعني أنا شبه أكيد أنه يستحيل إجراء انتخابات بهالنظام الجديد قبل 21.5 فبزن الجواب على كل هذه المسائل لأنه في تجارب بالعالم ولأنه في أسعار معروفة الجواب هو بإجراء مناقصة وإذا ما تمت المناقصة أنا برأيي يعني فيه بمفاوضات مع الشركة اللي راح تلتزم ممكن بالقياس على الأسعار العالمية يكون فيه تفاوض معها على سعر مختلف وفي التعمق في البحث ربما تصبح التكلفة الكبيرة بسيطة أمام الشراكة والاندماج بين شركة سجام المكلفة بالبطاقات البيومترية وشركة ألبت الإسرائيلية منذ عام 2010 والدولة اللبنانية على علم بالموضوع ففي عام 2012 أصدرت الداخلية بيانا طمأنت فيه اللبنانيين إلى أن سجام التي كانت تصدر الهويات منذ عام 97 حريصة على عدم تسريب المعلومات إلى العدو الإسرائيلي أنا باتد الخوف قائم حتى لو ما فيه شراكي ممكن العدو الإسرائيلي يفوت على أي شركة الشركة ما عندو شراكي معها ويقدر يخرق فيها بس كمان هذه الشركة عم تشتغل في لبنان من الساعة والتسعين بالتالي إذا كان فيه من خطر هالخطر قائم البطاقات الممغنطة أو البيومترية بطاقات تطلق عليها صفة الذكية ولكن هل تتسم الحكومة اللبنانية بهذه الصفة خلال تلزيم هذه الصفقة؟ ليالبو موسى قناة الجديد المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة يقول إن العمل الأمني الاستباقي هو الأساس هي المرة الثانية التي يعقد فيها المدير العام لأمن الدولة لقاء مع الصحفيين حيث التقى مجموعة من الأعلميين العاملين في الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية السياسية على أن يكون هناك لقاء ثالث مع العاملين في الصحافة المسموعة اللواء توني صليبة أرجأ موعد الحفل بعيد أمن الدولة على اعتبار أن دموع أهالي الشهداء العسكريين أغلى على قلوبنا من فرحة الاحتفالية وبعد شرحا عن تقسيم المديرية وأبرز نشاطاتها تحدث اللواء صليبة وإلى جانبه نائبه العميد سمير سنان عن النشاط الأمني الأخير إذا مواطن بيهدد شراء الأمن دولة بيلاقظ بيتحقق معهم تأسفايا لأنه وأبوه عم تهدد أمن الدولة عم تخول في مواطنين ما بيتحقق معهم أنه بأي حق أنه بيتحقق معهم أنه بأي حق تبعتنا عم تهدده كمان بتعاوننا المشترك وبلقاءاتنا معهم من نلفط نظر أنه هاي الموضوع بيضر لنا سياحتنا بيضر لنا الموصلة السياحة وبيقتنعوا مش إنه ما بيقتنعوا بس أنه بدو سير فيه لقاء معين ونحنا عم بتسير فيه تواصل هلأ الموضوع التاني اللي هم تفضل وتحكيه قصة محاسبة فيه وزارة وزارة خارجية فيه سلطة بصراحة هو الموضوع تكبر نحنا بالنسبة لأينا عم نقول أنه هيدا عمل روتيني نحنا عنا إياها وعم نشتغل عليها وتوقعنا سابعاً بجالسة المجلس أعلى للدفاع انحكى بالموضوع لأنه نتوقع بعد معركة مثل اللي صارت أنه سير فيه ردات فعل يعني طبيعية هذا شغلنا إذا ما توقعنا نوصل للمدرح ما بيعود عملنا استباقي نحنا المطلوب يكون عملنا استباقي حصنا من تدخل السياسيين تدخل رئيس رجلس نواب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من أنه نرجع نشوف حليف بير رئيس المدير عام أمن الدولة نحنا اليوم السلطة السياسية هي داعمة وجاهدي إلى أن نبقى نحنا عم ناخد قراراتنا بالاتفاق الكامل ونص بير على الموضوع ما في شي بعيد النص موجود ومكتوب نختلف على شي معين كل العالم ممكن ما يكون وجهات النظر متطابقة بس هذا ما بيعني أنه نعطل المؤسسة الضمانة هو الوطنية عندنا وقسمنا نحنا أقسمنا على الدفاع عن شعبنا يلي بوصل مديريته لأنه تتعطل نهائيا بعد أنه عمل خطأ كبير وبعد اللقاء وزع جدول إحصائي بالموقفين في مراكز المدرية العامة لأمن الدولة فتبين وجود 173 موقوفا لبنانيا و615 سوريا وتسعة عشر فلسطينيا وفلسطينيين وسوريين ومصريين وموقفين من مكتومي القيد وسوداني واحد وبنغلي واحد أي ما مجموعه 815 موقوفا لدى أمن الدولة منذ بدء هذا العام عدد الجياع في العالم يزداد ولبنان ليس في مأمن عن هذه الظاهرة ما حدا بموت من الجوع مقولة باتت تخالف الحقيقة التي تقول أن 815 مليون شخص يعانون الجوع في العالم وقد بدأ الرقم بالارتفاع بحسب تقرير الأمم المتحدة عن حال الأمن الغذائي والتغذية لعام 2017 ويؤكد التقرير أن الرقم يمثل أحد عشر في المئة من سكان العالم ويتوزعون على آسيا بخمسمائة وعشرين مليون وأفريقيا بمائتين وثلاثة وأربعين مليون وأمريكا اللاتينية والكريبي باثنين وأربعين مليون وهذا الارتفاع في عدد الجوع في العالم ما رده إلى النزاعات المسلحة بالدرجة الأولى وصدمات المناخية بالدرجة الثانية 8 أشخاص في العالم يمتلكون ما يمتلكوا نصف سكان الأرض الفقراء يعني 8 أشخاص وتضيف الأكسفان أن 1% من سكان العالم يمتلكون سروة وأصول قد 99% هذه أحد نتاجات الأكثر سطوعاً لهالأربعين سنة من النيوليبرالي أنه أغنى أغنياء العالم اليوم شخص مثلاً خلال 25 سنة يتوقع أن يصل تصل قيمة سروته إلى ألف مليار أي ما يوازي استهلاك يومي لمدة 2800 سنة مئات الملايين اللي عم تعتاش بأقل من دولارين يومياً للفرد وكيف أنه ممكن تصل يصل تراكم السروة والأرباح على مدى 25 سنة كتوقع لأكبر ملياردير بالعالم إلا أن إلى درجة أنه يستهلك يومياً مليون دولار لمدة 2800 سنة أما في لبنان فإنما قبل الأزمة السورية يختلف عما بعدها كان عنا بحدود العشرة بالمية يعانون من الفقر المطقع اللي تقريباً يوازي بالنسبة لأسرة من خمس أشخاص حوالي الأربعمائة دولار دخل شهري للأسرة ككل الآن بالنسبة للخط التاني للفقر الفقر الأعلى اللي هو الأسر اللي مش يعاني تماماً بس نمط حياتها هو نمط حياة فقيري بشكل عام هذه دراسات سابق قبل 2011 و2004 و2007 كانت عم تقدرة بـ 28-30% والآتي قد يكون أعظم بسبب المخاطر الكبيرة التي تحيط بالواقع الاقتصادي لبناني ألين حلاق قناة الجديد الطفلة مرام ضحية الزيت المقلي وعدم قدرة الوالد على دفع تكاليف المستشفى مرام ماي الصبر ابنة الأربع سنوات من بلدة حرف حسنة في قضاء الضنية تقبع اليوم في مستشفى السلام ترابلوس مصابة بكسور وحروق من الدراجة الثالثة في مختلف أنحاء جسدها والسبب سقوطها من علو أربعة أمتار لتستقر في حلة للزيت المقلي أما والدها ماي الصبر الذي يعمل مزارعاً فلا حول له ولا قوة ويعاني إصابة ابنته من جهة وعدم قدرته على تحمل تكاليف علاجها من جهة أخرى خدعت العلاج بمستشفى آخر إلى أن عادت لدينا منذ البارحة بعد خمسة أيام من حد السقوطة لعلاج الحروك المتعددة اللي بتمثل 35% من مساحة الجسد من الدرجة الثانية العميكة والدرجة الثالثة ما زالت بحالة الخطر وتحتاج لعلاج لمدة أدنها ثلاث إلى أربع أسابيع هي باتبع لونها باتبع ثلاث جامعة ثلاث جامعة باتلمعية جامعة وعلى مرام الصغيرة البقاء ثلاثة أسابيع تحت المراقبة لكونها ما تزال تحت الخطر وتحتاج إلى علاج مكثف بعد الإعلان زلزال المكسيك يقتل عشرات الأطفال أهلا بكم من جديد في المكسيك قتل أكثر من واحد وعشرين طفلا واعتبر حوالي عشرين آخرين في عداد المفقودين بنهيار مدرسة جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد بقوة 7.1 درجات وأوقع نحو 150 قتيلا بحسب ما أعلنت الحكومة المكسيكية وأدى الزلزال إلى تدمير العديد من الأبنية كما تسبب بحالة هلعا في صفوف سكان مكسيكو البالغ عددهم عشرين مليونا فيما أعلن مطار العاصمة على حسابه على تويتر تعليق رحلاته وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون جاهزا لمساعدة المكسيك الجارة الجنوبية للولايات المتحدة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب عاصمتها والمنطقة المحيطة بها وكتب ترامب على موقع تويتر ليبارك الله السكان مكسيكو سيتي نحن معكم وسنكون إلى جانبكم جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الدعوة إلى حوار غير مشروط مع دول الحصار على أساس الاحترام المتبادل للسيادة مثمنا وساطة دولة الكويت لحل الأزمة القائمة وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرق الشيخ تميم إلى مأساة مسلمين روهينجا داعيا حكومة ميانمار للاطلاع بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية ووقف العنف ضد أبناء هذه الأقلية ومنع التمييز ضدهم آن الأوان لفرض الحوار والتفاوض قاعدة في حل الخلافات من خلال إبرامي ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية وفي هذه المرة أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصارٍ جائرًا مستمر فرضته دولٍ مجاورة ويشمل هذا الحصار كافة مناحي الحياة وتدير قطر حالياً حياتها واقتصادها وخططها التنموية وتتواصل مع العالم الخارجي بنجاح بفضل وجود معابر بحريةٍ جوية وجوية ليست لهذه الدول سيطرةٍ عليها لقد فرض الحصار فجأة ودون سابق انذار ما حدا بالقطري لاعتباره نوعًا من الغدر لقد قامت الدول التي فرضت الحصار الجائر على قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة عبر الضغط على مدنيها بالغذاء والدواء لزعزعة الاستغرار في دولةٍ ذات سيادة أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟ ثمت دولٍ تبيح لنفسها ليس فقط الاعتداء على دولةٍ جارة لإملاء سياستها الخارجية والإعلامية بل تعتقد أيضًا أن حيازة أهل المال تؤهلها للضغط على دولٍ أخرى وابتزازها لتشارك معها في عدوانها وهي التي يفترض أن تحاسف دولين على ما قامت به إن الدول التي فرضت الحصار على دولة قطر تتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من البلدان وتتهم كل من يعارضها في الداخل والخارج بالإرهاب ترامب الذي غرد أنه سيمنع السعودية والإمارات من القيام بعملٍ عسكري ضد قطر خلال لقاءٍ جمعه وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة عاد وحذب تغريدته وقال بتغريدةٍ أخرى إنه لم يحذر وأن الأزمة في الشرق الأوسط ستحل قريباً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ندد في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنشطات بيونج يونج النووية قائلاً إن الولايات المتحدة تستطيع القضاء على النظام في كوريا الشمالية لكننا نسعى لكي لا نصل إلى هذا الخيار ووصف ترامب الاتفاقية النووية الإيرانية بأسوأ اتفاقية دخلت فيها أمريكا الحكومة الإيرانية والديكتاتورية الفاسدة تقوم تدعي زيفاً بأنها ديمقراطية كبلد غني فيه ثقافة غنية تحولت إلى دولة مارقة اقتصادية منهارة تستخدم سفك الدماء والعنف والفوضى وأن أكثر رحايا قادة إيران من أبناء شعبها في حقيقة وبدأ من استخدام مواردها لتحسين حياة الإيرانيين وأرباحها النفطية تخصص لتمويل حزب الله ومنظمات رحبية أخرى الذين يقتلون المسلمين ويهاجمون جرانهم العرب والإسرائيليين أن هذا الثروة التي هي للشعب الإيراني أيضاً تخصص إلى تمويل دكتاتورية بشار الأسد وتغذي الحرب في اليمن وتهدد السلام في كل الشرق الأوسط نحن لا يمكن أن نسمح لنظام إجرامي أن يواصل هذه النشاطات المخلة بالاستقرار والصواريخ الخطرة التي يمتلكها ولا يمكن أن نوافق على أي اتفاق قد يكون تغطية لبرنامج نووي خطر أن صفقة إيران كانت واحدة من أسوأ الصفقات ذات الجانب حادية الجانب التي قامت بها ودخلتها الولايات المتحدة في التاريخ في الصراحة أن هذا الاتفاق هو مصدر إحراج الولايات المتحدة ولا أعتقد أنكم سمعتم آخر شيء عنها بل سيكون هناك المزيد من القول حولها أنا الأوان للعالم كله أن ينضم إلينا في مطالبة من حكومة إيران ومن سعيها نحو الموت أن تنهي سعيها الموت والدمار لها التغى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في نيويورك في أول محادثات علنية بينهما شملت سبل أحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وقال بيان الرئاسة المصرية أن السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وشدد السيسي على أهمية التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية من أجل توفير واقع جديد في الشرق الأوسط تنعم فيه شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية دينيس روس يشترط تطبيعا سعوديا إسرائيليا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية رأى الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس أن إحداثها انطلاقة في الجهود الهادفة لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سلميا يتوقف على مبادرة السعودية إلى تطبيع علاقاتها بإسرائيل روس الذي عمل مبعوثا لعملية السلام في عهدي الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما أشار إلى أن الخطوة الأولى التي على السعودية القيام بها تتمثل في إرسال وفد رسمي علنا لزيارة إسرائيل وفي خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي الذي نظمه مركز عرفة في مستوطنة كاتيوريا رأى روس أن التسوية التي سيتعاون السعوديون والأمريكيون في دفعها قدما يجب أن تتضمن اعتراف الفلسطينيين بأن اليهود هم الشعب صاحب الحق الحصري في تقرير المصير في هذه البلاد وإذ أشار روس إلى أن مبادرة السعوديين إلى إبراز العلاقة بإسرائيل علنا يعد شرطا لإنقاذ عملية السلام من الجمود شدد على أن الغطاء العربي مهم جدا لإقناع إسرائيل والفلسطينيين بالمضي قدما نحو التوصل إلى تسوية الصراع لافتا إلى أن إسرائيل لا يمكنها أن تقدم أي تنازل للفلسطينيين في حال لم يقدم السعوديون على تطبيع علاقاتهم بإسرائيل لكن التنازلات التي يطالب روس إسرائيل بتقديمها في مقابل التطبيع السعودي تبدو أبعد ما تكون عن تلبيات الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية فبحسب الدبلوماسي الأمريكي السابق سيكون في وسع إسرائيل مواصلة التطوير والبناء في المستوطنات الكبرى في أرجاء الضفة الغربية مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء في المناطق الريفية من الضفة والتي هي تصنيفها بحسب اتفاق أوسلو مناطق جيم في المقابل أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس معارضته المطلقة للتطبيع العربي مع إسرائيل مادام يتناقض ومبادرة السلام العربية وأعلن قبيل سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفض الحلول الاقتصادية والأمنية قبل السياسية واصفا الاستيطان سواء في الضفة الغربية أو القدس وبجميع أشكاله بالباطل أكد ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة أن الولايات المتحدة لا تتنافس مع روسيا في محاربة داعش في سوريا بل تتعاون معها وقال ساترفيلد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزري بشأن سوريا عقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك نحن ننصق مع روسيا بهدف إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش وهذا ليس تنافسا ولا تصابقا ولفت المسؤول الأمريكي بهذا الصدد إلى أن إقامة مناطق لخفض النزاع جزء من الجهود المشتركة مع روسيا بشأن إلحاق الهزيمة بداعش وشدد ساترفيلد أيضا على أن المفاوضات في جناف بشأن سوريا هي تلك الساحة حيث يجب أن تبدأ العملية السياسية ودع قوى المعارضة في سوريا إلى صوغ موقف عام بشأن سوريا في جناف يكون منصقا وشارك في هذا الاجتماع الوزاري بشأن سوريا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا والأردن وتركيا وقطر والسعودية والإمارات ومصر وكندا وهولندا والنهروج والسويد وكذلك المفاوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي إنه قرر رفع صوته من الآن فصاعدا في وجه حملة الاعتقالات والقمع في السعودية معتبرا أن القيامة بغير ذلك خيانة لأولئك الذين جرى رميهم في السجن موقف خاشقجي جاء في مقالة في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قال فيها إنه كان يخشى على عائلته ووظفته لكن الآن اتخذ خيارا آخر برفع صوته إلى جانب أصدقاء له اختاروا المنفى خشية تعرضهم للاعتقال فالسعودية وفق قوله لم تعد السعودية والسعوديون يستحقون ما هو أفضل وأوضح خاشقجي أن الاعتقالات التي طاولت حوالي ثلاثين شخصا تأتي قبيل صعود الأمير محمد بن سلمان إلى العرش وأنها تمثل تشهيرا عاما بالمثقفين والقادة الدينيين الذين تجرأوا وعبروا عن وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظر قيادة الدولة والآن إلى فن الخبر مع عمر خدش سعيدة 26 شاب وشابة من عكار جربوا يوصلوا صرخة من عكار لكل لبنان عبر مسرحية كوميدي تحت عنوان حبيب الكل لجمعية مارش ومن إخراج نعمة نعمة تحكي المسرحية عن معاناة محافظة عكار الاجتماعية وهواجس أهلة مع تأكيد على مثبرتهم للتغيير ورفض الزعيم حبيب الكل يلي بيتحكم بمصيرهم نذكر أنه انتقلت هالمسرحية إلى مسرح دوار الشمس بعد سلسلة عروض أقيمت في طرابلس وعكار بس نحن عنا بعكار ما فيه أستاذ يعلمنا جيتار ولا حتى كونسيرفاتوار ولا حتى أحمار يعلمنا درس موزيكار إذا لا أعلكم إذنك في الحديد أجرد أحبائي إذنك في طرابلس إذنك في طرابلس تصدق صوفا تصدق 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 وأحل العكار الطيبين والكرامة أنا لو خيلوني بين موناكو وعكار رح أجعل عكار يقول طب عكار أي عكار أي أكيد رائع رائع وجميل جدا ومؤثر ومعبر برافو واللي عم يقولوا نحنا قلناه من زمان ومنقولوا هلأ وإن شاء الله ما نقولوا بالمستقبل إن شاء الله يصير حقيقة وإن شاء الله كلما طالبوا ومعم يطالبوا فيها يعني هذي أقل الإيمان يعني قبل ما نخطب الفقرة تقرير عن الأمي أورتز أحد أهم حفلات توزيع جوائز تلفزيونية اللي صار نهار الأحد بمدينة لوس أنجلس الأمريكية انتهى حفل توزيع جوائز أمي في دورته التاسعة والستين المقام في مدينة لوس أنجلس الأمريكية هو الذي تولى مقدم البرامج ستيفن كولبر تقديمه للمرة الأولى بنيل مسلسل The Handmaid's Tale والكوميديا السياسية فيب أهم جوائز أمي التلفزيونية لكن برنامج Saturday Night Live الساخر نال أكبر عدد من الجوائز بعد موسم حفلة بالتهكم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث شكل ترامب بحور العديد من النكات في الاحتفال الأبرز الذي يكرم العمالة التلفزيونية وقال مقدم الحفل ستيفن كولبر للجمهور الذي عجب النجوم لو فاز ترامب بجائزة أمي أراهن أنه ما كان ترشح للرئاسة كما وفاز أليك بولدوين بجائزة أمي كأفضل ممثل مساعد عن تقليده ترامب في برنامج Saturday Night Live على قناة NBC وبعد موسم حقق أعلى نسبة مشاهدة له خلال 23 عاماً وفاز بتسعة جوائز أمي ومع غياب مسلسل Game of Thrones عن جوائز هذا العام بسبب تأخر موعد عرض أحدث مواسمه برز عدد كبير من الوجوه الجديد بين الفائزين في جوائز ليلة الأحد أكثرهم من الممثلات اللواتي حصدنا جوائز لأعمال ترتكز على النساء مثل Big Little Lies, The Handmaid's Tale وVip وحصدت مخرجات ومنتجات وكاتبات جوائز ينظر أن تنالها نساء وأخيراً لفتت النجمة نيكول كيدمن الأنظارة بعدما هنأ الزميلها في Big Little Lies الممثل أليكساندر سكارسجارد وهو يؤدي دور زوجها في الفيلم بعدما حصد جائزة في الحفل عبر تقبيله أمام زوجها مما شكل صدمة عند البعض في الحفل لكن اتضح لاحقاً أنها إحدى طرقها في التعبير عن حبها وقد فعلتها سابقاً لهون مشاهدينا بكم وسيد فخرت فن الخبر لنهيتها ومن فن الخبر إلى ترينز مع سارة صالحة مرحباً مرحباً موضوع تقنية التعرف على الوجه أو الفيس آيدي على هاتف آيفون أكس كان الموضوع الأبرز والأكتر جدلاً بالتعليق علىها التقنية سواء سلباً إيجاباً أم بالسخرية ولها الشيحة برئيس قسم هندسة البرمجيات بشركة أبل أنه يطمن المستخدمين من أي مخاوف مرتبطة بهالميزة لا يأكد أنها ستحصد النجاح نفسه يلي حصلت عليه تقنية التاتش آيدي ويلي أول ما تم إطلاقها تعرضت لانتقاد كبير ممثل أما هلأ فمحده يتخيل يستخدم أي هاتف ذكي من دونه ولكن بيبقى نذكر تخوف جديد يحذر منه الخبراء وهو عدم قدرة استخدام هاتف آيفون أكس من أي شخص عادة عن مالك الهاتف نفسه الشيء اللي مش كتير عملي بحياتنا وسبب هالمشكلة أنه بصمة الوجب تسمح بتسجيل وج واحد فقط لكل جهاز بينما تقنية التاتش آيدي هالشيء محلول لأنه بالإمكان تسجيل خمسة بصمات مختلفة ننتقل ميزة جديدة على خدمة البريد جيميل سبب غيابها سابقا أذمة للمستخدمين لتوصل وأخيرا للتطبيق هالميزة بتسمح بتحويل أرقام الهواتف أو العنوين يلي منرسلها مع الميل لروابط يعني فينا نفوت عليها بمجرد الضغط على الرقم أو العنوان المرسل ليخذنا مباشرة لخريطة العنوان أو لرقم الهاتف والاتصال فيه من دون منطر ننسخ العنوان مثل ما كنا نعمل سابقا وهالخدمة رح تكون متاحة خلال أيام قليلة بالمقابل خدمة جديدة من انستغرام ولكنها ميزة مزعجة للصراحة لاحظناها سابقا مع التحديث الأخير هالميزة بتتيح تشغيل صوت مقاطع الفيديو بشكل تلقائي يعني بمجرد أنك تفعل الصوت بمقطع واحد هالشي رح يؤدي لتفعيله بجميع مقاطع الفيديو الأخرى وهالشي للأسف لأرضاء المعلنين يلي العديد من إعلاناتهم تحتوي على مقطع صوته والطريقة الوحيدة لعدم تفعيل الصوت تلقائيا هو أن نسكر التطبيق نهائيا ونرجع نفوت عليه من الأول وأخيرا بدي أختم مع فيديو صادم سبب موجة غضب بالسعودية لشخص دفن ابنه الرضيع بالرمل بشكل كامل مع دوجه وصار يتمسخر عليه هو وعم يبكي هالفيديو المزعج سبب انتقاد كبير لوالدها الطفل ومطالبة بمحاسبته فورا ومع هالفيديو أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستغرام وسناب شات وعلى أكيد ما تنسوا تتاج اندهاشتاك ترينز وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشر جديدة والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم وسنبدأ من صحيفة النهار وفي معشات النهار القوات والطيار في مقاربتين متباعدتين وتفاهم باسيل علق على كلام ترامب يمكننا مساعدة النازحين في بلدهم ترامب يهدد كوريا بدمار كامل ويصف إيران بأنها مرأة تركيا تصوب أسلحتها إلى كردستان والبرزاني يمهل بغداد يومين حزب الله فوق الجولان والنصرة تباغت حمى إلى صحيفة الأخبار ترامب يريد التوطين استفتاء كردستان معركة آل البرزاني ننتقل إلى صحيفة الأنوار نواب يختلفون على تقصير ولاية مجلسهم وباسيل يعارض من أمريكا خلاف في الأمم المتحدة بين ترامب وماكرون حول إيران أنقر تقسيم العراق أو سوريا يؤدي إلى صراع عالمي لقاء أصدقاء سوريا في نيويورك لا إعادة أعمار قبل الانتقال السياسي في صحيفة الديار طائرة الجولان وصلت إلى صفد والباتريوت فشل في إسقاطها لبنان يدخل نادي الدول النفطية وسجال عابر للبحار بين بره وباسيل ترامب ثروات إيران لتمويل حزب الله تهران تندد بخطاب الكراهية والجهل التلزيمات بالتراضي من يستفيد ماليا إلى صحيفة المستقبل خطاب ناري لترامب ضد إيران وكوريا الشمالية استفتاء كردستان البلزاني يتحدى وأنقر تخشى حربا عالمية في صحيفة اللواء تشريع تحت ضربات السجالات وحملة عونية قاسية على بره الحريري لوقف المزيدات الشعبوية وحملة نصرة عطلة الجمعة تعتصم أمام المجلس ترامب يضع العالم على شفا انفجار خطير ونتابع هذه الجولة على الصحف وفي صحيفة البلد اقتراح بر يسلك مساره والفرعية في خبريكان اشتباكات وغارات في منطقة خف التوتر في سوريا وإلى صحيفة الجمهورية مفاجأة ترامب توطين النازحين افتتاح الجمعية العامة من الصحف اللبنانية إلى الصحف العربية وترامب الدول المارقة تهددنا والاتفاق النووي مع إيران معيب ماكرون يحذر من حريك في المنطقة بغداد تستعجل تحرير الحويجة لاسترداد كاركوك من الأكراد سيسي يطالب قطر بالتزام المصالح العربية وتفاؤل بعملية السلام بعد لقاءات نيويورك من صحيفة الحياة ننتقل إلى الشرق الأوسط ترامب يتوعد ويتوعد إيران المارقة وكوريا الشمالية الانتحارية انتفاقية عسكرية وأمنية بين الرياض ولندن النصر تتحدى من شمال حماهد نت إدلب برزاني يشترط بديلا الاستفتاء خلال ثلاثة أيام كان في هذه النشرة تقصير ولاية المجلس ضربة أثاز ضد من الاصلاحات مبصية بين ليلة وضحاها الله ناشينا من تمديد رابع الانتخابات صفقة محصصة لا مناقصة فاللي نقيس على الالفان وتسعة كانت 22 مليار ليرة سيلفي طلبناها من الخزينة صرفنا مننا 11 مليار يعني صرفنا 7 مليون فاصلة 33 دولار بوقتا العام الدراسي مهددون بالرسب نعم نعطي بعد مجال شهر ونص تنقدر نميز تنقدر ناخد خطواتنا العملية نحنا ضد الزيادة نرفضها رفضا قاطعا لبنان ليس بمنأة عن المجاعة العالمية من أشخاص في العالم يمتلكون ما يمتلك نصف سكان الأرض الفقراء يعني أمير قطر يطالب من الأمم المتحدة بمحاسبة دولية لمن اعتدى على بلاده لغة فرض الحصار فجأة ودون سابق انذار ما حدا بالقطري لاعتباره نوعا من الغدر لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد وعلى فيسبوك الجديد وعلى تويتر الجديد نيوز شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء